بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نكمل المسألة اللي ابتدناها فيه جزئين اللي فاتوا اللي خاصة بالشيري سترينس بتاعة الصيل فكركم بيها بسرعة كده طربة كان مديني لها السي داش والفاي داش وبيقول لي عملنا لها كذا حالة بس السيجما تلاتة بتاعتها دايما بكم بمية فكان عايز أول حاجة السيجما ديفيتر لما تبقى في حالتين لما تبقى أندرين واليو بتاعتها بخمسين ومرة لما تبقى ديرين وتبقى البرشور بتاعها بسفر فطبعا عملنا المرة اللي فاتت رسمنا الرسمة بتاعتنا بالسي والداش بالسي داش والفاي داش ومرة اشتغلنا بالسيجما تلاتة داش بخمسين وطلعنا منها الديفيتر سيريز اللي هو عايزه ومرة استخدناها بمية وطلعنا السيجما ديفيتر وممكن ترجع لي الجزئين اللي فاتوا تقدر تشوف عملناهم ازاي كان المطلوب اللي بعد كده عايز ايه البول ووتر بريشر خلي بالك ان سيجما ديفيتر لازم تخلي بالك من النقطة دي هي سيجما ديفيتر داش يعني سيجما ديفيتر اللي هي سيجما واحد نقص سيجما تلاتة هي هيها سيجما واحد داش نقص سيجما تلاتة مين داش دي نقطة مهمة جدا فانت هتعمل ايه سيجما ديفيتر ده ما هو الا نص القطر بتاع الايه او سيجما ديفيتر اللي هي القطر بتاع مين الدايرة فانا هاخده وقسمه على اتنين فاقدر اطلع اقيمة مين السجمة المص القطر بتاعها طب وبعدين هبتدي اقيم عمود امشي كده خط 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 لحد ما اقيم عمود على الخط الانهيار والخط العمود ده يكون طوله بيسوي ايه 100 كيلو نيت طبعا بالايه بالسكيل بتاعي ليه هركز هنا بقى واروح اعمل مين الدايرة بتاعتي سجمة ثلاثة داش تلعت بكام بسفر يبقى اليو بتسوي سجمة ثلاثة ناقص سجمة ثلاثة داش فطلعت لي بكام اليو بنائص 100 كيلو نيوتن على المتر ايه سكوير طبعا في حالة تانية مفروض ان احنا ااا ما عملنهاش اللي هي مين اللي هي الان كونفايند الان كونفايند ديت هتبقى واجب ليك ان انت عندك الرسمة هيت وعيز تعمل الان كونفايند هقول له حاضر الان كونفايند اخد من هنا من النقطة ديت سجمة ثلاثة يعني ان اخد زوية الف اللي هي بتسوي 45 زائد في على مين على اثنين واقيم عمود وارسم الدايرة بتاعتي رسامة الدايرة هبتدي اخد خطه افقي عشان ده ان كونفايند وطلع من هنا السي و او الان كونفايند شير او الان كونفايند او السي ان كونفايند اللي هي لو عايز تجيب الان كونفايند يبقى بتسوي السي ديت على مين على اتنين اللي هو كان مطلوب اخر مطلوب في المسألة بكده يبقى احنا خلصنا شابتر 4 اللي هو الشيري سترينس برامتر او شابتر 5 و هنبتدي ان شاء الله في شابتر 6 المرة الجاية الكونسوليديشن شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته